تعهد قائد اللواء 17 مشاء العميد عبد الملك الأهدل بمواصلة القتال ضد ميليشيا الحوث الإرهابية حتى استكمال تحرير كافة محافظات البلاد ودحرها وتخليص الشعب من استبدادها وقال العميد الأهدل إن المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني في جبهات الريف الغربي لتعز تهدف لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة تحت سيطارة المتمردين الحوثيين أهمية المعارك التي تدور حاليا في القبهة الغربية للتعز وفي القبهة الشرقية وفي كل قبهات تعز هي لتحرير ما تبقى من المحافظة واستعداد لتحرير اليمن كاملا نحن استمت قواتنا من الله سبحانه وتعالى وبحضنتنا الشعبية الحضنة الشعبية التي تمدنا بكل ما لديها وتدفع لنا الروح المعنوية لهذا الشعب لثورته لمعاناه من هؤلاء العصابة الكهنوتية فقوة نستمدها من الله ثم من حضنة الشعبية التي واقفة أمامنا وتدعمنا بكل قهد وكذلك للقيادة السياسية نوقع لهم أن نقول لهم نحن نعاهد الله ونعاهدكم أن نماضون حتى تحرير آخر شبر من هذا الوطن من هؤلاء الانقلابيين الملشاويين السلالية الكهنوتية ترجمة نانسي قنقر